اعترف الجيش الإسرائيلي بمقتل ضابط وجنديين في معارك جنوب قطاع غزة وقال إن القتلى هم قائد كتيبة 630 احتياط ونائب قائد سرية وجندي آخر وأضاف جيش الاحتلال أن الجنود المذكورين قتلوا في تفجير مبنى مفخخ جنوب غزة هذا وأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 15 جنديا من قوات الاحتلال في معارك بغزة من بينهم اثنان في حالة خطيرة